وللحديث عن كل تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يضم إلي الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة العبرية في مدينة القدس مئير المصري تحياتي لك سيد مئير رغم كل تضارب الأنباء الذي كان مؤخرا ولي العهد السعودي أعلنها صراحة وقال بأن تطبيع مع إسرائيل يقترب يوما بعد آخر كيف يقرأ هذا التصريح التاريخي إن صح التعبير إسرائيليا؟ شكرا لأستضافة أستاذ الكريم لا شك في أنه كلام ولي العهد السعودي والرجل الخوي في المملكة كلام واضح ودقيق ويأتي في سياق تقارب غير مسبوخ بين إسرائيل والمنظومة الخليجية بشكل عام وفي هذا التقارب المملكة السعودية لعبت دورة محورية منذ البداية حيث أنها ساهمت وبشكل لا شك فيه في التقارب بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين وفتحت أجوائها للطيران الإسرائيلي المدني بشقه السياحي والتجاري وكذلك ساهمت في التقارب بين إسرائيل وزلطنة عمان من خلال العديد من التصريحات في السابق كما أن هناك شخصيات سعودية أتت إلى إسرائيل ليس بشكل علني ولكنه لم يكن سراً لأحد وبل حتى بعض وسائل الإعلام قد تترغط إلى هذا الأمر وبالتالي هناك الصياق عام وهناك رغبة سعودية في توسيع دائرة السلام الإقليمي هناك منهج سعودي في أطاعات مع الصراعات يرى بأنه حل الصراع يكون من خلال العلاقات من خلال عملية الاشتباك وليس من خلال المقطع والممنع مسألة ليس مسألة حب أو شهر عسل بين أرشاليم القدس والرياض أو أرشاليم وإنما مصالح هناك مصالح من الشركة وهناك رؤية سعودية ترى بأن حل الصراع القائم بين إسرائيل والفلسطينيين والصراع العربي بشكل عام يأتي من خلال الاشتباك وأن تكون هناك علاقات وأنا هناك أن أقول وكما ذكرتها في أكثر من مناسبة بأنه من الأكثر تأثيرا على إسرائيل خدمة للقضايا العربية هل دولة الإمارات العربية المتحدة التي طبعت مع إسرائيل أم دولة الكويت هل المغرب أم تونس لا شك في أنه من لديه علاقات مع إسرائيل لديه قدرة أكبر في التأثير على القضايا الإقليمي وأعتقد أن هذا هو المنهج السعودي منذ البداية يعني يبدو أنها متغيرات كثيرة من شأنها أن تحكم على القبول الإسرائيلي لمثل هكذا اتفاق وهذا ينعكس ما شهدناه من خلال تصريحات زعيم المعارضة يائر لبيد اليوم وقبلها أيضا تصريحات من شركاء في اتلاف الحكومي نعم هذا صحيح وهذا دور رئيس المعارضة في إسرائيل وهو أنه يحاول أن ينبه الرأي العام بالأكتب عن خطورة في أنه مسألة الانتشار النووي في المنطقة دعنا نتحدث بصراحة والانتشار النووي دائما يبدأ بالبرامج المدنية لأنه المسافة بين البرنامج النووي والبرنامج العسكري هي مسافة ضئيلة للغاية وبالتالي لو لم يكن هناك انضباط في حصول دولة ما على التقنية النووية في إطار برنامج مدني قد طبعا يكون لهذا النتائج لا تحمد عقب أنا أعتقد أنه رئيس المعارضة هو في موقعه كرئيس المعارضة وفي نفس الوقت إسرائيل كحكومة وكاتلاف حاكم أنا أعتقد أنها تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر ليس عدم ثقة في الشريك السعودي ولكن خشة من الانتشار لأنه حصول السعودية الشقيقة على برنامج نووي مدني وطبعا يقربها من التقنية العسكرية كما هو معلوم سوف يشجع دول أخرى في المنطقة من ضمنها تركيا على سبيل المثال أو مصر وبالتالي المسألة لها علاقة بالحد من الانتشار النووي وهذه مسألة أمن قومي من إسرائيل وليس فقط من إسرائيل نعم دكتور مير إذا سمحت لي رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو يريد الخروج بصورة نصر وإنجاز لحكومته وهذا أمر ليس مفروغ منه لكن هل صورة نصر هذه ستجعله يقدم التنازلات بما يتعلق بالمشروع النووي السعودي وكذلك بالقضية الفلسطينية أنا لا أعتقد أولا لأنه سين تنياهو هو مكبل هو على رأس ائتلاف يحتوي على عناصر متشددة للغاية هذه النقطة أولى النقطة الثانية هو أنه الضرع الأقوى في المفاوضات هو الطرف الأمريكي المفاوضات هي قبل كل شيء بين أرياض وواشنطن قبل أن تكون بين السعودية وإسرائيل المطالب السعودية هي في يد الولايات المتحدة قبل أن تكون في يد إسرائيل وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أيضا أن نطرخ إلى هذه الأمم أنا هنا أقول أستاذ وسام أن لدى إسرائيل علاقات تقريبا مع كل دول مجلس التعامل الخليج ربما بإستثناء الكويت وهذا شيء مفهوم ومعروف ويعني نحن اكتشفنا قبل أنا اكتشفت على الأقل قبل شهر أنه كان لدى وفقا طبعا للتسريبات الإعلامية أنه كان لدى إسرائيل مكتب لدى الموساد مكتب في الإسخبات العسكرية الإسرائيلية الخارجية مكتب في أبو ظبي منذ العام 2000 وحتى العام 2020 لأن العلاقات بين إسرائيل والدول التي ليست لدينا معها علاقات رسمية وليس من خلال الوزاة الخارجية وإنما من خلال الاستخبارات الخارجية إذا هناك علاقات مع الدول التي لم تطبع حتى اليوم مع إسرائيل الموضوع ليس بداية موضوعها ولكن هو تقدم تدريجي ويأتي في السياق دكتور مئير المصري الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة الأبرياء في مدينة القدس شكرا لك على كل هذه المعلومات شكرا لك